وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرصة على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لادفيا وكذلك استمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية لادفيا وخلال اجتماعا آخر مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المزراء والمسؤولين وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السماكية بهدف تعظيم المغزون السماكي في مصر استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية جمهورية لادفيا إدجارز رينكفيتش وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية لادفيا إلى مصر طالبا سيادته نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لادفيا ورئيس الوزراء ومؤكدا الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات السنائية مع لادفيا واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب وزير خارجية لادفيا عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتين الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الإفريقية ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراد عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون السنائي حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللادفية في مصر وتطلع لتكثيف التعاون خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لادفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية والأوروبية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب والتي تفرد تنصيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس مصطفى صياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع تناول متابعة مستجدة عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وقام الفريق أسامة ربيع في هذا الإطار بعرض تطورات مشروعات للتزرع السماكي التابعة الهيئة قناة السويس خاصة ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف والتي تهدف إلى إنتاج الأسماك علية الجودة وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستراد فضلا عن تنمية أراضي منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السماكية بهدف تعظيم المغزون السماكي في مصر مشددا سيادته على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كما ونوعا أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة والخاصة بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها وبالتكامل مع تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية حيث عرض السيد السيد القصير وزير الزراعة جهود استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية والتي تعتمد بشكل أساسي على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتوطين تلك السلالات المهجنة وما يستدبعه ذلك من إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب الخاصة بمراكز التلقيح الصناعي أعلى مستوى الجمهورية إلى جانب خطوط التحسين الوراثي لتنمية الثروة الحيوانية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنمية السروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم خاصة ما يتعلق بالتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه أعلى مستوى الجمهورية نظراً لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي ويلبي احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلي والاستيراد كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراع لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم والتي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية موجهاً سيادته بالاستمرار في تعزيز جهود تطوير محطة الزهراء بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول الأصيلة